السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة نتمنى تكونوا بخير والاخير يا رب نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أسم الصحة والعافية أرجعت لكم اليوم فيديو جديد وكيك يوم يبليا غورت هائلة هي جلديد بزاف وناجح مقادير كلها مضبوطة نتمنى بإذن لكم تجربوا لهذا العيد هذا وانا هنا الإعجاب جيلكم وعوش لكم بروكا وكنشكركم بزاف زافة للمتابعة والشجاعة الرائعة لكم لا تنسوا نيش بلايك وربطاج وكيهموا الأمن اتمنى تعرف على هذا الكيك مع ليقين لتفيديو تالاخير وفرجواه نتمنى المقادير اللي نحتاج لهذا الكيك هذا نحتاج لهربع البيضات بحرارة المطبخ كما تشوفوا معي نحتاج له كاس كارسانيدا عنبا كاس نملؤش بالسافة بالزيت يخص واحد شوية ونحتاج له كاس الحليب بحرارة المطبخ كذلك ونحتاج له كاس ياغورس كما تشوفوا معي بنكرة الفاني ونحتاج له قبصة الملح وستر كذلك باش انها تجينا فتية ونجينا هاشة الكيكة هذه واحد الملقة دي الخل كتبقى اختياري مرة كنضيفها مرار الله نحتاج 1 جوش خمارة 16 جرام دي الخميرة الحلويات ونضيفها 14 جرام و7 جرام دي الخباني ونضيفها لطريقة التحضير نضيفها لطريقة التحضير نضيفها لطريقة التحضير ونضيف الانيا غورس اضعوا الانسر كلهم و سوف يبقى لهم فقط الدقيق و الخميرة والخل هم اللي سوف يبقى و ليت الأخر كما تلكم دقيق مرة كنت ندير 3 الكيسين مرة 3 و نصف هنا اضعوا على حسب الحجم البيط نضيفوا دقيق ساعة دقيق و نقول لكم شهير نضيفوا الانسر مطلقة و بعد ما خلطت العناسر كما تشوفوا معي نخلطهم مرة واحدة بدون مراحيل نضعوا الاخراء لا تسقطوا شيء اخرى هن Woolab نضيف الكواس الثانى نضيف النقطة إذا نضيف الخل، نضيفводaya نضيف الكواس الثانى جميعا نضيف ل Till Kase الاخر مع الخميرة و من ركي اذا سوف نضيف له النصوط الاخر او ليلة وسوف نضيف الكاس الثالث كما تشوفون معي صافي في هذه المرحلة سوف نضيف د자 بالخميرة سوف نقوم بتصفايا وهنا سوف نباشرها هنا يفق و بعد ما اضفت الكاس اللخر و الخميرة تفضل نطحن و ازيده او لم ننزيده و او لا نفصل على مول والكيك بعد ما اضفت الكيك ان يمكن ان تشوفون معي يل أنسوا مادروا و خضقته بسامف تحتاج الى ثلاثة كيسان ملوئين جيدا و انا أثناء جيدة ثلاثة كيسان و نصف على حساب حساب انا اخذت معي ثلاثة كيسان و اربعة على حساب الحجم البيض قد تزم لكم ثلاثة كيسان و او ثلاثة كيسان سوف ندزي المرحلة لتنفرغ الكيك و انا سوف ننجح الى هذا الكيك انا بالرابط في صندوق الوصف نفرغوه في الكيك ديالنا يعني حاولوا تهزو هكا لديكم الفوق باش يجيكم خفيف كما كتشاهدوا معي ودابا بعد ما فرغت الكيك ديالي كما كتشاهدوا معي حاولوا انكم تديروا المول بهذا الشكل هادا بغان ادال فران بارد تندخلها اتغان شلالي لان الكيك يجي طالع من الاسرار نجاح الكيك ربان خلي لكم رابطوا صندوق الوصف جميل اسرار ديالنجاح ديالو كيك ديالكم يطلع لكم على خاطر ويجي رائع الفران بارد ولدرسول فران سخون لا يأخدش الوقت في انه يطلع دبعا ندي هالفران يسبل توقيت على سبك الفرن يعني من 45 دقيقة تستطيع كل كيك ديالنا واجد فشغل تبقيني لانطلقها معكم لدى الشكل نهائي ديالها وكذلك هم زينوها الزين بساد ويجيك ديالنا بعد ما اخرر سد باطن مولفورن كيما كتشوفوا معايا يعني كتجي طالع جديم ان شاء الله دبعا نحيدها من المولهات باش ندزو نزينوها ونشوف كذلك تشكل نهائي ديالها ودبا بعد ما قلبتها في الساحن لالتقديم كما كتشوفوا معايا نحاول انني نزيل لها الوجه ديالها فقط بسكر سقيل انتوما لكم الاختيار يعني ممكن تديروا المربة ممكن تطرشوها بجوز الهند كدلك ممكن تديروا لها اي حاجة انتوما بريتو انا فقط غادي نكتافي غيب سكر سقيل واندوز نقطعها معكم باش شوفوا شكنيها ايديالها دابا عندوزو نقطعها باش شوفوا شكنيها ايديالها كدش اكثر من رائعة ودابا بعد ما قطعنا الكيكا ديالنا ستشوفوا هاد الكيكا ما شاء الله الكيكا العملاقة الاكثر من رائعة لاحظوا معي يعني الهشارش هاد الكيك ديالنا لاحظوا كدير يعني كيجي رائع تيجي هش بزاف كما تشاهدوا معي يعني كيما كتشاهدوا كيك ولا اروع يعني هش بزاف ورطب بزاف لاحظوا الكيكا ديالنا كيفاش كتجي يعني كتجي خفيفة بزاف لاحظوا معي لاحظوا الكيك ديالنا كيفاش كيجي يعني كيجي بحل بانش كيجي خفيف كيجي رائع وكتجي طالع ما شاء الله يعني كيكا بحجم عائلي هائلة كيما كتشاهدوا معي عن قرب هاد قطعت لكم الطريف غير باش تشوفوا الهشاشة ديال هاي يعني كتجي اكثر من رائع كنتمنى بالفعل انكم تجربوها وانها تنال ايجاب ديالكم ودابا بعد ما قطعت الكيكا ديالي كيما كتشوفوا افضلت اني نقدمها لكم بهذا الشكل هادا كيما كتشاهدوا يعني اكثر من رائع بقاليا غير هاد طريف هادا هو اللي مقطعتش لاحظوا معي يعني هراها كتجي اه الديدة 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 بزاف صدقوني بهذا الياغوت هادا لاحظوا معي كتجي الكيكا ديالنا كنتمنى بالفعل انكم تجربوها لانها الديدة الديدة بزاف وكيكا معتمدة عندي ناجحة فقط فاة نافع فاة نفش فاة نحو نحن روز فاة نفش وان لن بتسبب الناس يحاول انيا لو держو الناس احكسير اصرار الكيكا سننتش فلسو معكم في فيديو خاص بالكيكا بالنسبة الفورن فاش تفويل الكيكا ديالكم يعني لا نفش مباشرة تخرجوها من الفورن باش الوجه ديالها ميني يباتش لياها يجب عليهاً في الفرن بقية تحضير الفرن بقية ولكن تحضرها من الفرن كذلك لكي أعطيكم فرن يكون بارد لكيك لا تتحرك سترى جنواز فرن يكون سخون فرن يكون سخون على سين الله و بالنسبة لتوقيت الكيكا نص ساعة الأولى نهائيا نص ساعة الأولى لا تقلو كيكا للكم و بالنسبة للكيكا البيضات سوف احمنا 45 دقيقة حتى 50 دقيقة كي طيبو كنت مننا فقط هذي النسائح اللي اضفت الممتدئات انهم يجروا انهم ينعوا اعجاب للكم و بالنسبة لنا اعطيكم بزاف دي الاسرار و بالنسبة لكيكا البيض سوف يكون محرارة البخ و بالنسبة لكي تشتو الحليب من الاحسن يكون دافي و تقلبوا الخميرة و العبار يكون مضبوط يعني قاعد الاشياء بإذن الله و بالنسبة لكيكا سهلة يعني جميع مقادير في الخلاط يعني بدون مراحل كنتمنى غير تجربوها و تطبقوا هذي المقادير اللي اعطيتكم بالنسبة للمقادير نخليهم لكم في صندوق الوصف و هنخلي لكم الكيكا اللي حضرت معكم في القناة كنتمنى هذي الكيكا البسيطة ان هذي الاعجاب و انكم تجربوها بإذن الله و تقدموها في العيد و الابناء و صحتكم و راحتكم و هنخلي لكم في اخر فيديو بعد صور الكيكا اللي حضرت معكم كنتمنى كدلك انكم تجربوهم و نشكركم بزفزف عن المتابعة و للتشجاعة الرائعة لكم لا تنسونيش بالليليك و تبارتجوا الفيديو مع الاهل و الحباب ديلكم باش الفائدة تعمل و تخليوا ليها لليكيكيش جوني و الى حصة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة و شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة